أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص استمرار معركة الموت ولا المذلة بعد السيطرة على أكثر من 60% من حي المنشية والتي جاءت رداً على الخرق المتكرر لقوات النظام ومحاولة سيطرتها على جمرك درع القديم لفصل ريف درع إلى شرقي وغربي يشهد الحي معارك عنيفة بين الحر وميليشيا النظام الذي ساندته الطائرات الروسية بطلعات جوية وصفتها قيادة العمليات في مطار حميم بالأعنف منذ بداية الثورة لكسر إرادة الثوار قبيل التحضير لمؤتمر جنيف مما حول البلدة القديمة في درعا إلى منطقة منكوبة بحسب المجلس المحلي الذي قال في تصريحاته أن حوالي ثلاثة آلاف عائلة نزحت للسهول والوديان المجاورة هرباً من القصف الروسي الوحشي الذي تركز على المشافي الميدانية ومنازل المدنيين الذي نباتت أوضاعهم سيئة للغاية فشلت الطائرات الروسية في إيقاف تقدم الثوار على جبهة المنشية حتى اللحظة وفي حال استطاع الثوار تحرير الحي فإن الإنعكاسات السياسية للانتصار ستتفوق على مساحة الجغرافيا وسترسل رسالة لروسيا وإيران أن دعم النظام لا يوقف التقدم والتحرير وفي ذات الوقت تنذر دمستورا فالجبهة الجنوبية ليست الطرف الأضعف في المعادلة